أحدث عن مسألة المفاوضات كيف سيكون شكلها مع وجود السنوار ولكن دعينا نذهب الآن إلى غسان غسان سيعطينا جديد الأخبار فيما يتعلق بصفقة التفاوض ومن ثم أعود إليك في هذا الخصوص طبعا ندي نتحدث عن تصريحات البيت الأبيض العربية شددت على موقف الإدارة الأمريكية من حركة حماس وقائدها يحيى السنوار البيت الأبيض جدد هجومه على السنوار بعد تعيينه رئيسا لحماس ووصفته بالإرهابي ويداه ملطخة بالدماء المسؤولون الأمريكيون قالوا أيضا أن موقف إدارة بايدن من مفاوضات غزة لم يتغير بتعيين السنوار رئيسا لحماس ودعا البيت الأبيض السنوار إلى القبول باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن مشيرا إلى أن الفجوة حول مقترح وقف النار في غزة يمكن سدها وأن اقتراح الهدنة لستة أسابيع جيد كما قال البيت الأبيض للعربية إن المقترح سيخرج الرهائن الأكثر ضعفا لدى حماس إسرائيليا تل أبيب مصممة على ملاحقة السنوار واعتبرت أن مسماه الوظيف الجديد لن يثنيها عن قتله وفق ما قاله قائد الجيش الإسرائيلي ندين